بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم حلقة جديدة وموضوع جديد عن كمبيوتر السيارة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الموت الكلي لكمبيوتر السيارة وازاي بيحصل للكمبيوتر توقف تماما عن العمل وحنشوف نقاط التوصيل نقاط التغذية بالجهد الكهربي وازاي ان كل ده بيؤثر على الكمبيوتر وممكن انت للاسف ترمي الكمبيوتر وما تحاولش ان انت تصلحه وتبقى المشكلة بسيطة جدا ان شاء الله هنتعرض لها مع بعض في البداية هندخل على فيش الكمبيوتر هنطلع كل النقط اللي هي خاصة بالتغذية الكهربية اذا كانت جراوند او باور فحنمشي من اول بنا هيقابلنا البنا رقم 3 هي مكتوب جراوند هنتين ماشيين ده كل البنات اللي موجودة هنا هنيجي سنسور موجب وسالم هنيجي بعد كده الفيش اه او السوكت اللي في الفيش رقم سبعة اه وخمسين اللي هو البن رقم خمسة وعشرين هنلاقي عندنا طرف رقم واحد وخمسين هو جراوند هنلاقي خمسة وخمسين اللي هو اللي هو استمرارية الجهد الكمبيوتر بيبدأ يتأكد تماما ان الجهد مستمر ويقارن الفولت بالفولت المطلوب للجهاز نلاقي بعد كده هاجيني البنا رقم واحد وسبعين هي الباور ده السيجنال اللي جاية من مفتاح السيارة نيجي بعد كده نلاقي عندي الجراوند البنا رقم سبعة وسبعين نلاقي بعد كده البنا رقم تسعين اللي هو الريفرانس اللي هو الفولت بتاعي اللي المفروض انا يكون ثابت وموجود عندي على الكمبيوتر احنا جمعنا جميع الاطراف اللي موجودة وحددناها وحنبدأ ليه المشكلة بتحصل انواع الطيارات الكهربية عشان ما نخشش في الموضوع بالتفصيل عندي انرش كارنط وعندي ستارتين كارنط وعندي نومينال كارنط الطيارات دي ساعة ما حضرتك بتبدأ تستارت السيارة او في بدء السيارة ما تبدأ تشتغل السيارة بتاخد حاجة اسمها الستارتين كارنط طيار عالي جدا عن الطيار الطبيعي المفروض السيارة تستمر في العمل عليه طبعا الويفز اللي موجودة دي ده ده الطيار ده طيار متردد بس احنا بناخد عليه المثال فبداية التشغيل بتبقى الطيار في بداية التشغيل بيبقى عالي جدا زي ما حضرتك شايفين وكل حمل بيبقى له انرش كارنط وستارتين كارنط خاص به فبيبدأ الطيار في بداية التشغيل البيك فاليو بتبقى كبيرة بتاعته اللي هو الكارنط الكارنط اللي هو الطيار وبعد كده بتبدأ في الستيدي ستيت يبدأ ينزل الطيار فالشركة عملت حاجة مهمة جدا في الكمبيوتر عشان تحد من الطيار واللي كنا خصصنا لها حلقة على القناة التانية بخصوص قياساتها اللي هي المقاومة فبتبدأ عن طريق المقاومة ان هي تتحكم في الطيار البدء او الطيار اللي ابتدائي وتبدأ تحط مقاومات على مداخل الجهد الكهرابي اللي داخل الكمبيوتر واحنا حددنا كل الاطراف اللي قلناها مع حضراتكم من شوية وعملناها بالشكل ده كده بعد ما حددناها جبنا الاطراف الارضي كلها اللي هو الجراوند وربطناها مع بعض زي ما حضراتكم شايفين اهو بقت كل اطراف الارضي بالشكل ده عندي لو جبت المالتميتر على الصوت وحبدأ اختبر الاطراف هبصة لائي الاطراف كلها بتاعت الارضي زي ما حضراتكم شايفين اهي متوسلا ببعضها كل اطراف الارضي متوسلا ببعضها مع ده طرف ايه السبب بيحتاج هو بعض دوائر يعمل يعني يعزل دايرة من الدوائر عن بقية الدوائر الاخرى فبيضطر ان هو يعزل واحد ارضي او يخليله دايرة مفاصلة على اساس يبدأ يرتب بيها الامور اللي موجودة في الكمبيوتر حسب الاوامر اللي بتخرج وحنلاقي في الخمس اطراف اللي هم الارضي في طرف جراوند مش متوصل بيهم بالسركة كلها حنلاقيه واصل لدايرة تانية عشان نتأكد بنشوف البنة بتاعته البنات كانت البنات الفؤاية البنة موجودة عليها كهربا او عليها توصيلية معناها ان الطرف واصل للبيرنتا وبيبدأ هو يعزل عن طريقه بعض الدوائر دا الطرف اللي هو جاي من الستارت اللي احنا ذكرناه من شوية اهو وان الطرف رقم واحد وسبعين اللي هو موجود في البنة بالشكل ده كده هنا اهو لما نيجي نوصله على السوكت اللي هو موجود عندي بالشكل ده كده في كمبيوتر السيارة طيب الطرف ده اللي بيجي من السيجنال بتاعت المفتاح طيب مكانه حيبقى فين هنا في الدائرة حجيب الطرف اللي جاي من السيجنال وانا شغال برضو على ايه وانا شغال على الصوت كده في صوت حبدأ اشوف عادة بيبقى فيه الترانزستور بياخد السيجنال اللي هي جاية من مفتاح السيارة ويترجمها لايه لسيجنال يبدأ يدخل بيها على كمبيوتر السيارة قدي الترانزستور اهو هنحاول نكمبر لحضراتكم ادي الترانزستور اللي عليه الباور اهو ده الطرف اللي انا وصلته اللي هو الران هنلاقي الباور داخل هنا يبقى لو عندي مشكلة والكمبيوتر مات مع الستارت مفيش استارت فيه باور على اجزاء السيارة كلها ومفيش على الستارت يبقى الترانزستور المسفت ده اقيسه ويبقى هو اللي فيه المشكلة احلها ان انا ايه اغير المسفت الموجود ده يبقى حليت اول مشكلة في موت السيارة عن طريق الايه الستارت او الران طيب الحاجة التانية عندي الجهد اللي جاي من الكمبيوتر بتبدأ يحصل له قياسات ويبدأ الكمبيوتر يعرف اذا كان هو الجهد ده مظبوط ولا لا فيعمل عليه تحليل هنشوف طرفه واصل فيه في البرنت البنة اللي احنا واخدينها هنا يبقى ان ما باجي قيس بقيس على المدخل نفسه اهو هنا هنقرب مع بعض تاني هدي البنة اللي دخل لها الباور طبعا عشان هو كنترول او بيبدأ يدخل الباور بيدخلها او قيمة اللي الكنترول فهتلاقيه داخل على من هنا اهو هنحاول نوضح الصورة عشان نقيسه مع بعض اكيد هيبقى داخل على هنا عشان تعمله زي دم من كده او تخفض دخوله على اساس تقلله على اساس اقدر ان انا ايه اقيسه عن طريق الكمبيوتر اهو دي المقاومة زي ما حضركم شايفين ادي الطرف اهو دخيص الجهد ادي طرف والطرف التاني على المقاومة دي اه يبقى يبقى اذا المقاومة دي بتاعة الفولت الريفرنس اللي بتبدأ تدخل على البروسيسور وتبدأ تقول للكمبيوتر بتاع السيارة اذا كان الجهد ده مظبوط معايا ولا لأ نيجي للنقطة المهمة وهي اللي حتمثل موت كامل للكمبيوتر وهو جهد الدخول الطرف اللي هو جهد الدخول اللي احنا خدناه من السكت اهو هنمشي وراه هنلاقي هو الطرف ده تمام الطرف ده لابد جهد الدخول لابد يعمل عليه كنترول عشان قلنا في يحصل بيبقى طيار عالي جدا فلابد انه هو يتحكم في الطيار ده ما يخلهوش عالي على اساس ما يعمليش مشكلة في الكمبيوتر فبدأ ياخدوا على مقاومتين كبار اللي احنا شرحناهم قبل كده وخد منهم طرف ارضي وطرف كهرباء رايحين على المين باور اللي هو الخاص بالكمبيوتر كله هنبدأ ناخد جهد الدخول اهو ونشوف على انهي المقاومة المقاومة هي فعلا القاومة دي كنا شرحناها في حلقة المقاومات ونحاول نكبر شوية كانت قيمتها 180 قوم هي المقاومة بين لو دقنا هنلاقي اخمتها 180 قوم هنبدأ نقيس نلاقي هنا في جهد طيب بعد ما احنا مقسنا الجهد على المقاومة دي هنلاقي ان في المقاومة اللي جنبها في كنترول برضو على الطرف الارضي وحنلاقي الطرف ده اهو لما نيجي نوصله هنلاقي الطرف الارضي ده متوصل بالمقاومة اللي جنبها ده معناه ان هو دخل على الكهرباء الرئيسية وعمل لها مقاومتين يبدأوا في حفظ اتزان ودخول الطيار ويقللوا من الستارتين كارنت على الكمبيوتر بالكامل عشان ما يحصلش له موت وبكده يبقى احنا عرفنا عندنا القياس بيبقى داخل على البروسيسور نفسه من اسفل الكارتة الدخول المين باور بيبقى داخل على مقاومتين عشان تحد من الطيار الستارتين كارنت والحاجة التالتة اللي هي الباور اللي داخل من مفتاح الكونتكت بتاع السيارة بيبقى عليها مصفت عشان يتحكم فيها ويحميها يبقى كده احنا الحمد لله لمينا كل المشاكل بتاعة موت الكمبيوتر وفي النهاية اتضح ان المشكلة بسيطة جدا ممكن تكون مقاومة ممكن تكون مصفت ونسأل المولى العظيم ان حضرتكم تكونوا استفدتم وشكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة